استقبل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال الأمين القطري لحزب البعث في لبنان سهد القصار في مقر القيادة واستمح الهلال إلى شرح حول واقع القيادة في لبنان والعقبات التي تواجه الواقع التنظيمي والجهود الذي بذلت للتغلب عليها مباركاً الإجراءات التي تم اتخاذها والمتعلقة بعادة تشكيلها من جديد وقال الهلال إن الاستهداف الذي يتعرض له حزب البعث منذ بداية الحرب على سوريا ليس بجديد مؤكداً أن سببه المشروع الوطني والقومي العروبي للحزب وتبنيه القضية الفلسطينية وثمن الهلال الدور الذي يلعبه حزب البعث في لبنان مشيراً إلى أن سوريا ستبقى قلب العروب النبض